تعاون نرجع للأهل تاني مع الكابتن الكبير كابتن شادي محمد يقول لنا رأيه فيما حدث في مباراة اليوم أمام يانجا أفريكنز والتعادل الأهل الإيجابي واحد واحد كابتن شادي مشرفه منور كالعادة كيمو حبيبي تحياتي ليك ولكل المشاهدينك وحشني كتير جدا وحشني دايما يا ربي دايما تكون بخير حبيبي ربنا خليك المباراة النهاردة شفتها ازاي والرأي ليك رأي حر ومساعة حرة تتحدث فيها عما شاهدته في مباراة الآلي اليوم مع يانجا أفريكنز والله كنا تمنى الفوز عشان يوقفيها ريحية للنادي الآلي في المجموعة بعد هزيمة شباب بالزداد وكنت تبقى ست نقاط أفضل من أربعة كتير وتبقى بدل ما تدخل في حسابات كتير جدا ده فيما يخص المشهد فيما يخص الأمور الفنية يعني فيه أوقات بتحتاج اللي انت ها بتحترم المنافس وتحترم الأرض والجماهير اللي انت بتلعب فيها لكن أوقات كتير جدا لازم تغير من فكرك في بعض المباراة واللي انت بقى عندك المبادرة المبادرة الهجومية والنازع الهجومية بتاعت المباراة لأن لما مشكلتنا بنيدي فرق كتير جدا حسابات كتير وهم في الكواليز وخايفين منك وبتكلموا كتير عنك وبتكلموا كتير عن تاريخك وبتكلموا اللي انت تريد ليك وزنك في أفريقيا فالطبيعي على الأقل لأول ثلاثة ساعة بيبقى فيه عدم تحفظ وفيه نزعة هجومية كبيرة تروح المرمى تهدد المرمى مواقع كابتن شادي رح اسألك بقى السؤال واضح دلوقتي لأهلي نهاردة وصل كتير للمرمى كان عنده فرص محققة كثيرة خصوصا للشوت التاني خصوصا للشوت التاني صحيح تمام على مدار المباريات الماضية نفس الأمر الأهلي بيوصل كثير ولكن فيه هدار كثير ليه الفرص ونفس اللعيبة ونفس الأسماء اللي كانت بتجيد جدا من الموسم الماضي هي التي تعاني في إنهاء الهجمات بش بقول حتى على مستوى الأداء ولكن تعاني في إنهاء الهجمات لأهداف ايه اللي حصل ايه الاختلاف من الموسم الماضي لبداية الموسم الحالي والله يعني أنا قلت قلت مسرح من الأسبوع اللي فات هي نقطة هتقعد كل المباراة كل حاجة يحصل في أخفاق هتدور هتلاقي أنا أما اتكلمت في الموضوع ده هقوله لك دلوقتي بتكلم بحكم الخبرة اللي الواحد عدى بالموقف ده تلت سنين متتالية يعني ايه أول حاجة لما أنت بتجيب البطولات بتاعت السنة كلها وما حدش يقول لي كلام غير غير ذا لأنا أورادي مش هسمعه أصلا يعني اللي عايش مثل اللي بيتحكي لأن احنا مرينا بدا ايه اللي انت مريت بي كان زي مان يقول لك تشبع يعني تشبع في جنة يقول لك تشبع عشان فلوس مش تشبع فلوس انت لما توصل تعمل موز سيزون استثنائي تحقق فيه عدد بطولات كتير جدا وتحقق بأرقام كويسة دفاعيا وحجوميا ووسط الملعب العلامة الكاملة زي ما بيقول صحيح بتجيس لازم أنا مجا بتدي السيزون الجديد ابتدي بدوافع جديدة بخلق منافسة جديدة لو انا نمشت بنفس الرتم اللي عايب حقق كل حاجة انا ده دوري كمدير فني لو انا بلعبش الدور ده لازم اجيب واحد نفسي معايا والاهل يتحق واحد عن نفسي اسم كبير يكون موجود في الجهاز ليه؟ ليه؟ علشان يخلق دوافع جديدة من اول وجديد علشان انت حققت السيزون استثنائي بأرقام متميزة جدا وشكرنا المنظومة الاهلوية كلها فلازم اخلق منافسة من اول وجديد يعني ما ينفعش تحت اي ظرف العيب ينزل من بيته ويبقى عارف بعد النجاح يبقى عارف اللي هو هيالعب لأ ييجي عشان اخد منه المية في المية اخلق منافسة في المراكز ما بينها وما بين بعضها خلق دوافع جديدة للفرقة العلم بيقول كده ومرنا بداه ولما عملنا ده الأداء اتطور اللي هو طلع لي دوافع مش تحسسني ان انا عملت كل حاجة خلاص بالزبط بالزبط ليه؟ لان انت عندك جمهور ضاغط عليك طول الوقت عايز الافضل وما بيشباعش طب هو كابتن شادي هو فيه دافع اكبر من انه ابقى شايف وراه جمهور النادي الاهلي يعني انا برضو انا بتخيل لعب النادي الاهلي ان هو كي كي تدفع عنده موجود طول الوقت عشان قدامه ووراه جمهور طول الوقت هيقول له فين فين بطولات انت بتبقى نازل من بيتكو كابتن شادي محمد وانت واخد اكتر بطولات في النادي الاهلي هتلاقي واحد يقول لك ايه بس انتو ماخدتوش بطولة الدورة الرمضانية مش عارف اللي هي فين مش هيسيبها مش هيسيبها مش هيقولك انه عادي يعني واحدة موافقة جدا وسؤال حلوة قوي وارده بقى المنتالة اللعيبة الاجيال مختلفة العقلية مختلفة النهاردة تأثير السوشيال ميديا ممكن تسمى حاجة سلبية تأثر عليكم تبتلع النهاردة النهاردة بجونوا احد يعمل لك فيديو يأثر عليكم تعتقد في الريتك النهاردة اللي هيبها ذات نفسها ساحات بيصرح تصريح تلاقي بارد 18 او في مشكلة ممكن يعمل لك بوست العقلية تغيرت المنتالتي بتاع الجيل متغير بشكل كبير مع التحديثات اللي حصلت فيه لكن الاول انت كنت تعمل يوم الكامل وتقاط في النادي ما بتمشيش لغير الساعة 7-8 بالليل قاعد من الساعة 8 الصبح الغير 8 بالليل شهور صحيح النهاردة لو عملت ده لأني مش قدرت أستوع ده فكر مختلف صحيح لازم لنا اتعامل مع ده بالتحديث بقى اللي انا بقوله لك انا اكسبت كل حاجة لازم اجدد من دوافع اجدد من تفكيري علشان ورايا مسؤولية ملايين صحيح بدليل الفيديو الشهير اللي نزل اسبوع اللي فات واحد الجماهير النادي الاهلي وده منطقي وطبيعي وانا مقدرش يقوله محقه لانه بيحب الاهل وعاشق للاهل احترمك اقدر فارسالة للجهاز الفن مثلا اه الانتكلم على فيديو فيديو مشجع هو بتنرفز هو بتكلم مع مارسي الكولوري مفيش مشكلة عندي بس في مشكلة انا لما اخد الكلام ده ما ازعلش ازا افهم ده بيقول ايه بيقول انت بتغير دايما متأخر ليه مش وارد النهار ده في ميبورات كتير جدا انا راجل بحل المطشط النادي الاهلي كتير على مدارة السنة اللي فات تغيير المشقعة ده يا جماعة فيه النهار ده ممكن عندي الحالة الفنية الاثنين لعيبة بعد ربع ساعة لازم يغيروا ازا سبهم للدياء سبعين ويحصل لكسور فن مفيش في الكرة ثوابت التغييرات ميس ثوابت صحية صحية التغيير بالذات ميس ثوابت لان ما اعرفش الحالة الفنية بتاعت اللعيبة النهار ده عاملة ازاي ممكن اعمل تغييرتين انشط الحالة الفدنية بتاعت الفرق والروح الهجومية بتاعت الفريق مثلا صحية دي نقطة النقطة التانية اللي انا قلتها لك في البداية فكرة ازاي المبادرة بتاعتي انا استغل خوف الفرق مني استغل اسمي تاريخي على الاقل الربع ساعة الاولى دايما انزل ضاغط اهدد المرمى ثم اتراجع للطريقة اللي انت عايزها مفيش مشكلة خالص لكن ادخل الفرقة في المباراة 45 دي ثم الشوت التاني اعبر عن نفسي مدام مدام قادر يبقى من الاول صحية 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 كمان النقطة الاخيرة فضل عشان نتكلم في مصلحة النادي الاهلي وحبنا وعشقنا للنادي الاهلي فعلا نتكلم بامانة فضل ان ان اه اتكلمنا في نقطة خلق الدوافع النازع الهجومية النقطة الثالثة اللي بغاية الاهمية يا جماعة الروتيشن يؤثر على الجماعية الاتين برشلونا هتعرف الحداشر يا بالعجومين منشستر سيتي ليبربول الحداشر معروفين باستثناء لما يبقى فيه غيابات اوتار لازم حافظ على جماعية الاداة مش دايما الروتيشن لو نجح معها مش دايما ينجح لانه مرتبط بالجماعية مرتبط لو كريم بيلعب جنبي وقت طويل قوي ببقى فاهم ادف اللي عنده بقى فاهم هيغطي هنا هيعمل ايه في ظهري بيعمل ايه هيكلمني امت صحيح بيه علاقة بالتجانس مع بعض صحيح كابتن شادي محمد كابتن النادي الاهلي الكبير انا مشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة كلام دايما مهم